في التحوير الوزاري كنا عنا زوز خيارات الخيار الأول أن نقعد على الربوة كما برشانيس كما كنتون تو مطعدي كنا عطينا مقترحات قبل وعطينا تصورات يعني كنت نجم الحكومة ولا رئيس الحكومة يخذ بيها ولا لي المرة هذي يعني نفس الخيارات ما نقف على الربوة ونشوفوا شبش يصيروا بعض النديوها وعملوا محاسة ونتونت حاسبوا 2019 ونقرتيك وإلا خيار ثاني وهو ما هوش يعني سهل سهل برشة وهو نحاول ونقص من الأضرار بالمشركة في الحوار بالمشركة في تصور في الحكومة هذه حملوا مسؤولية نتائج هذه الحكومة نتائج هذه الحكومة يتحملواها رئيس الحكومة ليشكل الفريق الحكوم يمتعه ما لنتون ماذا أدعمونه ندعمونه بالتصورات ندعمونه بالتصورات دعمينه انه شاركنا في الحوار هذي عنا لجنة من الخبراء تلقات يعني مقترح رئيس الحكومة اللي بعثوا في التصور للعمل الحكومي وقاعدة نيقش فيه باش ترجع له بمقترحات كما قمنا كما شاركنا في سياغة وثيقة قرتاج كما قدمنا مقترحات بالنسبة للقانون المالية متاع عم نيول ندعمه بما نقدر ندعمه السياسية الإيجابية متاعه تبقينا رئيس الحكومة هو المسؤول على الفريق الحكومي متاعه وهو المسؤول على النتائج متاعه كنحبينا احنا نشاركه في الحكومة ونتحمل النتائج وقتها ما نكونوش نشاركه في تحوير وزيري نعاعد ونشاركه في تصور اخر لحكومة جديدة ورئيس حكومة جديدة وغيره ندعمكم نتحملش النتائج متاعك اذا كان أنا مش مستعد بش نتحمل النتائج متاعك سلبية او ايجابية يجيني رأي العام الناخب المواطن التونسي يقول لي أنتم دعمتم هذه الحكومة وهذه الحكومة فشلت إذن أنتم كمنظومة كاملة فشلت يقولوا لي سمحني رأوا رئيس الحكومة هو الشلت دعم الحكومة كيف يجي دعم سياسات دعم التصورات متاحة دعم مشاريع القوينة اللي تتقدم بها هذو ما اللي ندعم بهم حكومة وهذه كنا عاملينه حتى في الحكومة اللي قبل متاع سيوسف الشهد من غير ما احنا مشاركين فيه ونهار تلكين لازمنا يعني نقولوا لي كما في قانون المالية وهنا قاعدين اليوم نشوفه في التابعات متاعه نقولوا لي ما فميش دعم هذية غير مشروط دعم لسياسات وتوجهات احنا نشوفها صائبة اي معلش عادي توثيقة معادي توثيقة لأنه تراو أنه هو الشخص المناسب والأشخاص اللي اختارهم هم الأشخاص المناسبين وسياساته وسياساته هي سياسات المناسبة إذن أنا راني غدوة نجي للحزب المشروع نقوله تحمل النتائج يقولي لا نقوله سامحني راهو بالصفة عليك تحمل النتائج لأنه انت جبت الحكومة دي لو كان انتوما ما صوتوش فرضية معناه لو كان انتوما ما صوتوش فرضية معناه لو كان انتوما ما زدتوها ثقة معنا اقتعديو وزير بمية وثثة وخمسين بلش انتوما ما يتعديش بمية وثثة وخمسين دونك تعادا قوي تعادا قوي دونك انتوما دعمينها وبقوة هذه الحكومة ندعمها لأنها بحاجة إلى دعم الحكومة هذه اليوم بحاجة إلى دعم. يعني إذا كانت تحب معتها كانت بش نحكيوا عليها بالتفصيل الحكومة هذي عنا عليها العديد والعديد 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 من المؤاخذات. مثلا. أنا بدي لك بالمؤاخذات فيها محاسة حزبي. مخارج تقييم للوزراء اللي خارجي. صحيح ولا؟ ما نعفوش عليش خارجوا وما نعفوش لما وزراء في نظرنا ما نشحوش في وزارات سابقة نحاولوهم الوزارات أخرى ما نصور ويش بش نشحو فيه. هذي وزارة بش هذي وزارة بش هذي حكومة بش تكلف أعباء أخرى للدولة وقت ليحنا دوم ليه صوتنا فما فما تسويتها فما نتائج التسويت صوتنا لكل أعضاء الحكومة يعني إحنا التزمنا بدعم الحكومة فما كان فما حريط التسويت في يعني ملف واحد وهو ملف الهجرة والتونسيين بالخارج نجمو نحكيو فيهم بعد. فما يعني تحفظ على أن الحكومة هذه وقت الدولة تمر بصعوبات مالية على هلوكو امتاع الحكومة وقت نخلقوا وزارات وخمسة كتاب الدولة ونحلوا بيب الانتخابات التشريعية يعني في دائرة بالخارج. معناها ما نش موافقين تبقينا اللي دعمنا هو أنه اليوم معناها ما عنيش خيار آخر أنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة البرح قلوا اللي هي حكومة الفرصة الفرصة الأخيرة كان يعني الكلام الكلام الصحيح. ضنك قررنا أننا بش نمنحوها الفيقة بش نتوسم فيها الخير ونقوم بتقييمة فصن أول امتحان هي بش تمر بيه هو امتحان قانون المالية بعد ثلاثة شهر. لنجم أقول له التقييم بشيسير بعد 100 يوم